نحن لا نفهم ليش بنا نحط قيود على الأشخاص تا ما يلقطوا مرض جدري الكردة. لازم نعرف كيف ينتقل هالمرض. فهذا المرض ينتقل أكثر شي عن طريقة اللمس. واللمس يكون لفترة طويلة مع شخص عنده الحبوب ظاهرة على جسمه. يعني صار في عنا عدة شروط تنتقل المرض لعنا. فأنا إذا اليوم فرضا يعد حد شخص. لابد من ظهور الحبوب على الجسم وملامستها بشكل مباشر. ملامسة جيدة ليتمكن من المرض من الانتقال. ملامسة لفترة طويلة من الوقت. يعني مش مسافحة عادية لشخص أنه طلع عنده حبوب على إيده خلص أنا لقط المرض. لا بدها تكون مثلا مثل فحص سريري. نحن اليوم اللي عم نشوفه عم ينتقل هيدا المرض. لما الشخص كان بسرير مع شخص آخر عنده الطفح الجلدي على جسمه. يعني باقي معه طولة فترة الليل بنفس السرير. انتقل المرض لإله. أو عيش معه بنفس البيت. انتقل المرض لإله. أو راح لعيادة طبيب. والطبيب هو يفحصه. ما أخذ الاحتياطات اللازمية. ما لبس الكفوف. انتقل المرض لإله. برات هالسيناريوات الهلأ الناهن. ما شفنا أنه حدا مثلا طلع على المطار أخذ طيارة وانتقل من بلد لبلد. وكان في معه حدا بالطيارة عنده طفح جلدي. معقول يكون جذر القردة. لا أطمنه المرض. فهذه هالة الهلأ اللي هلأ عم بتصير. يعني منا كتير مبررة. مثل ما صار مع الكوفيد 19. يعني مع مرض الكورونا. نعرف أنه بنتقل بالنفس. بالمجرد أنه قعدنا خمسة عشر دقيقة. حد شخص عنده المرض. هنا بدنا عن جد. نحط إيدنا على الطفح الجلدي. لفترة طويلة من الوقت. سنقدر نلقى المرض. هالة الهلأ عمنا كتير مبررة. طيب دكتور. الآن إحنا أمام رأيين أو قولين. مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. ومنظمة الصحة العالمية. هل هذه المراكز مراكز السيطرة على الأمراض تبدو قلقة بشكل كبير؟ أم أن منظمة الصحة العالمية متهاونة؟ وإحنا جربنا التهاون هذا مسبقا. مثل ما صار في أيام كوفيد 19 في بداياته. وفي النهاية عضينا أصابع الندم. نعم. نحن نعرف أنه في فترة الحضان لهذا الفيروس هو ثلاثة أسابيع. يعني من ظهور أول حالة بنهار سبعة من شهر ماي لحد ديت هلأ صار قاطع ثلاث أسابيع. إذا بعض ننطر أسبوع أو أسبوعين رح نشوف إذا رح يصير فيه تفشي كبير لهذا المراض. مثل ما نبين لحد ديت هلأ ما فيه الانتشار السريع مثل ما صار مع جائحة كورونا. يعني حتى الأعداد اللي عم يتكلموا عنها أنه راحوا حضروا مثل حفل موسيقى صاخب على فترة كم يوم. طلع 300 أو 400 حالة أنه هذه الشغلة بتصير. إذا كان معهم إنفلونزا وراحوا حضروا الحفل راح يكون عندنا هالأعداد هذه. منه هالشي بيخوف؟ فضلا كمان أنه مرض يعني منه هلأدي قاتل للأشخاص بعد. لأنه لم نرى حالة وفاة واحدة. يعني ما أعرف أنه كما عم نقول أنه يمكن هالمرة الـ CDC يعني كثير عم بتبالغ بالموضوع والـ WHO يمكن متجهة أكتر للطريق السليم أنه نروي الأمور. هلأ ما بدنا ننسى شغلة أنه كمان حتى حاليا يعني جائحة كورونا بالعالم كمان أخفت كتير ما بقى كتير مفهوم ليش كمان هالقيود الصارمة عم تنفرض على الأشخاص بمطارح أو في تحضير لقيود صارمة بخصوص جلس حكتورونا بعد شهرين. يعني بدأ العالم اختلف اليوم كثيرا عن ما كان في السابق. طيب دكتور يعني تتوقع خلال الفترة القادمة هل يكون فعلا يوجد بعض الإجراءات أو القيود على مثلا جدري القردة ونحن عارفين مسبقا أنه فيه نوع من أنواع التهاون عند منظمة الصحة العالمية هل تتخذ بعض الشركات بذات شركات الأمراض بعض القيود احترازيا تتوقع؟ يعني خلال أسبوع أو أسبوعين إذا شفنا أن الجائحة ما انتشرت بسرعة القيود لازم تكون القيود العادية أو الإجراءات الاحترازية العادية ننتبه هنا وين نحط يدينا ونغسلهم قبل ما نتناول الطعام يعني هل الأشياء نعملها عاديا كل يوم لحديد اليوم هول الإجراءات للأشخاص هلأ بالمستشفيات أكيد بدنا ناخد احترازات أحسن وأكتر عن طريق يعني معينة المريض بيجي عنده طفح جلدي بدنا ننبس أكيد الكفوف وبدنا نعقم دغري بالمطرح اللي هو قاعد فيها بس هذه احترازات نحن بنعملها عادة إنه ما في شيء زيادة عن نزوم مثل ما شفناه مع مرض الكورونا هل إسمعيل بدون يجوا لقدام رح يكونوا كافلين ليقلوا لنا إذا هل أدي هالموضوع بدون يقز أو احتراز ولا لأ موضوع عادي نحن يمكن تعلمنا الدرس جيدا ودفعنا الثمن غاليا في فترة كورونا واحدة من الإشاء اللي إن شاء الله كلنا ناخذها معانا اللي قدام هي العادات الحسنة اللي احنا فترة التعقيم وغسيل الأيدي وما إلى ذلك يعني في أشياء المفروضة أنه نحن من نفسنا ما عدنا نتخلى عنها لأنه فعلا هي عادات حسنة اكتسبناها في وقت صعب شكرا جزيلا لك يا دكتور من بيروت اختصاصي الأمراض الجرثومية والمعدية دكتور ناجعون يعطيك ألف عافية وشكرا على جرعة التفاؤل اللي عطيتنا يا دكتور